وصلي عزين ودعي نفسك والوالدين والغير عاوز أقولي أن أنا مبارح كنت مع كوكبة من الإعلاميين ونجوم قرة القدم كابتن هانا رمزي وكابتن عصام الحاضري وكابتن أبو حد السيد وكابتن ضياء السيد وحتى في الجودو وكابتن باسل الغرباوي صانع الأبطال العالميين وفي كل الألعاب بقى كل اللعبة كان يعني رقم واحد رقم واحد وكانوا متواجدين في افتتاح تفقد نادي سيت كلاب كفر الشيخ وافتتاح فرع شبين الكون سيت كلاب شبين الكون عجبتي جدا 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 وكان طبعا حاضر معي الوزير الدكتور أشرف صبح في الزيارتين ومحافظي كفر الشيخ ومحافظ المنوفي فعجبتي جدا بالفكرة قطاع خاص بيعمل أندية باشتراكات مقبولة وبتقصيد مع أهلينا في الريف والصعيد لسه سهاج بقى ولقصر والمينيا ولسه ده منهور ولسه السويس عجبني إيه بقى وفي كل بلد بيروحوها كمان أول حاجة بتقدم له نادي اجتماعي وبتقدم له أكاديميات في كل لعبة جاي برقم واحد في مصر رقم واحد في مصر يعني في الكرة مثلا عبد حميد بن سودي موجود كابتن هاني رمزي موجود كابتن رب واحد السيد كابتن ضياء السيد كابتن عسام الحضري كل رقم واحد كله جاي لعبة دولية بمعنى كلمة دولية في الجودو مسؤولة عن الأكاديمية كابتن باصل الغرباوي المدير الفن لمنتخب مصر فالدنيا كلها أنت مود ولادك لناس بتصنع أبطال عالم بجد بتصنع أبطال عالم بجد وتقدم خدمات اجتماعية للناس بأسعار مقبول لا سيما وإن مثلا الشيبين يكون مثلا ما فيهاش نادي غير نادي جمهورية الشيبين ومساعته خمس أفدانة النادي هنا 25 فدان باللستاد وبيعمل حاجة تانية بقى بيعمل خدمة مجتمعية جميل إنه بيرعى فرقة الكور سواء في كفر الشيخ سواء في شبين ده يخلينا إيه مع استمرار الرعاية واستمرار الدعم الفرق دي تلاقيها في الدورة الممتاز جمهورية شبين دي كانت مكسرة الدنيا وغزل شبين كمان كانت مكسرة الدنيا كانت مكسرة الدنيا وده لما يحصل في السويس يعني بلد عاشقة لقرة القدم ماشي ولما يحصل في المينيا ويحصل في صهاج ويحصل في ضمنهور كل ده أمور إيجابية جدا عملاها شركة استادات القبضة بالمجموعة العظيمة اللي بتديرها وبالرئيس التنفيذي الأستاذ محمد كامل وفريق العمل اللي معاه شريف حسن ونهاد وكل اللي مش عايز أنسى أسماء يعني كتيبة تحبها مجموعة تحبها تبقى في بريزنتيشن تحبها يروح يعملوا استادات تحبهم تحس كده أن الخير في ركبهم تحس أن ربنا معاهم كمان لما قاعد محمد كامل مع كوكبة الإعلاميين كريمة الإعلاميين في مصر اللي كانوا متواجدين مبارح إذاعة وصحافة وتلفزيون وسوشيال ميديا وكده تحس في كلامه بالصدق وتحس في كلامه بالنواية الطيبة لخدمة الناس وعملين حاجة رائعة قالك اللي يشتكي أو يتكلم على سوشيال ميديا عن النادي برى النادي مهما كان هو مين مهما كان هو منعزيني بأن النادي شخصية محترمة جدا عندك خدمتك الاجتماعية عندك مشكلة تروح لمدير النادي عندك كذا وهو حاجة فخمة جدا التقنا بالأسر وتصورنا معاهم وتشرفنا بيهم وحاجة في منتهى منتهى الروعة ومنتهى منتهى الشياكة فضلا أن صديقنا العزيز كمال عامر المتخصص في مجال الشباب وكده على مدار سنوات طويلة جدا ومقرب من كل الوزراء قال لي معلومة مهمة جدا قال لي مشروع سيتكلاب رفع عن كاهل الدولة ما يقرب من 2.5 مليار جنيه 2.5 مليار جنيه بيانشاؤوا الفروع دي والارتقاء بالمستوى وتقديم خدمات رائعة لأهلنا في الريف والصعيد وخط القناة فأنت النهاردة بنفرح قوي لما شركة زي استادات تعمل سلسلة أنديت سيتكلاب وبنفرح أكتر بأنها بتفرح أهلنا في الريف والصعيد وبتدعمهم وبتسندهم وبتقدم لهم خدمات جميلة ورائعة كل التحية وكل التقدير للقائمين على استادات وكمان لازم نشكر الراجل قال لي مبارح استنى شكرك مطعم مولانا يعني استضاف كل الناس بشكل رائع جدا في جبين وإيه بقى ما أقول لي عبد ناصر هو المتخصف ده خرفان وحمام وكل حاجة حلوة جميلة جدا 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 فبنشكر أيضا مطعم مولانا الراجل قال لي بص أنا بتابع اللايف أنا وعيالي وأبويا وحكاية وروايا هشوفك بقى تشكر مطعم مولانا أو لأ عاوز أقول كل حاجة حلوة جدا جدا في فروع سيتكلاب وفي الكافتريات الخمس نجوم اللي موجودة جوا والمطاعم الخمس نجوم وعرفت أن مطعم مولانا ده في جبين بكم رقم واحد كان عامل يعني حاجات جميلة جدا لكل الناس المتواجدة من القاهرة ومن جميع المحافظات اللي حضروا خصيصا للاحتفال بافتتاح فرع سيتكلاب شيبين الكوم وتفقد فرع كفر الشيخ حاجة جميلة جدا لما هنتهي أيضا ويفتح للأعضاء هي بحاجة فوق الوصف الجمال لكن ما أسعدني أيضا هو رعاية سيتكلاب أو شركة استدادة القبضة محمد كامل وكل الحبايب الناس المحترمة اللي معاها اللي بتقال أسمعهم واللي ما بتقالش أسمعهم لي الفرق جمهورية شيبين ونادي كفر الشيخ ده شيء جميل جدا إنك ترتاخبهم عايزين بقى نشوف أنديها جماهرية زهقنا من أنديها المؤسسات والشركات مش كل واحد يبقى معاه فلوس يبقى موجود كده يعمل لي فرقة واللي بيفرحوا مجلس الإدارة بس لا عايزين اللي يفرح جماهير الكورة في كل المحافظات وعايزين الشرقية ترجع تاني فرقة ممتازة لايك وشير وصلى عزين ودعي نفسك والوالدين والغير وهرد على أسئلة حضراتكم